بسم الله الرحمن الرحيم مع درس جديد من دروس الفيزياء نتناول فيه تطور جملة ميكانيكية وقد كنا سابقا درسنا جملة سقوط الاجسام والسقوط الحر وكذلك درسنا جملة القذيفة نتطلق اليوم لدراسة جملة اخرى ميكانيكية بسيطة ولعلها هذه الجملة هي الالة البسيطة التي استعملها الانسان الاول ويعتقد ان الفراعنة قد استعملوها في بناء الاهرامات لنقل الاجسام فهي الالة بسيطة يمكن ان نجسمها باي سطح نجعله يميل عن الافق فهذا السطح الذي يميل عن الافق ندعوه مستوي مائل بحيث ان كل جسم ترك على هذا المستوي يمكن ان يتدحرج الى اسفله وكل جسم قذف من اسفل المستوي او نقل على هذا المستوي يمكن ان ينتقل من اسفل المستوي الى اعلاه هذه هي اذا بكل بساطة جملة المستوي المائل ولذلك نقترح عليك مشاهدة هذه المقاطع من قذف جسم من اسفل المستوي الى اعلاه لاحظت في هذا المقطع القصير كيف قذف جسم من اسفل المستوي فانتقل الى اعلاه وهذه الجملة المختارة هي جملة على وسادة هوائية بحيث ان الاحتكاكات الموجودة بين التلامس الموجود بين الجسم والسطح يكاد يكون مهملاً ولدراسة المستوي المائل هذه الجملة الميكانيكية ندرسها في حالتيها في الحالة الاولى اذا كان المستوي املس تماماً بحيث ان قوى الاحتكاك تكون مهملة وندرسها كذلك لما يكون في هذه الجملة احتكاكت ولذلك نختاره عليك هذا التطبيق تابع معنا نص هذا التطبيق بغرض دراسة حركة جسم على مستوي مائل نقلف في اللحظة تيو ساوي السفر جسماً كتلته واحد كيلوغرام بسرعة ابتدائية في زيرو نحو الاعلى من اسفل المستوي ووفق خط الميل الاعظم لمستوي املس الف بتطبيق القانون الثاني لنيوتون ادرس طبيعة حركة الجسم بعد لحظة تقذ فيه لاحظ معي الشكل الموضح لهذه التجربة سؤال با من بين المخططات التالية ما هو المخطط الموافق لحركة الجسم مع التبرير راقب جيداً البيان الاول والبيان الثاني والبيان الثالث ثم البيان الرابع هل يمكنك ايجاد قيمة الزاوية الفا والمسافة المقطوعة بين اللحظتين صفر واثنين سيجوند السؤال الثاني في هذا التطبيق اذا كان فعلياً الجسم يخضع لقوة احتكاك شدتها ثابتة اف مثل القوى المؤثرة على الجسم عنده اذن ادرس حركة مركز عطالة الجسم واكتب عبارة تسارع حركته ثم استنتج قيمة تسارعه من اجل قوى الاحتكاك شدتها صفر خمسة نيوتن وللتخفيف نأخذ جي يساوي عشر ماتر على سيجوند كاري ولحل هذا التطبيق تابع معي هذه الخطوات نمثل المستوي المائل والقوى المؤثرة عليه هي ثقله موجهة نحو الاسفل ونمثلها بهذا الشعاع الاسفر ونرمز لها ببي شعاع وكذا فعل السطح على الجسم ونرمز لها بغرونتار شعاع والمحور الحركة الموجه نحو الاعلى لاننا قذفنا الجسم نحو الاعلى وزاوية الميل المبينة هي الزاوية الفا بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في المعلم الارضي الذي نعتبره غاليليا نكتب مجموع القوى الخارجية المؤثرة على الجملة تساوي كتلة الجسم في تسارعه أي sum de force equal m a g أي p ثقل الجسم زائد فعل السطح على الجسم يساوي m a وبتحليل p الى مركبتيه p cosinus alpha و p sin alpha لاحظ ان الزاوية المحصورة في هذه المقادير الشعاعية alpha هي نفس زاوية ميل المستوي لماذا؟ لأن هذا الخط يعامد خط من خطوط المستوي المائل والخط الحامل لp يعامد الخط الثاني وزوايا اضلعها متعامدة متقايسة يمكن اذا بالاثقاط على هذا المحور الموجه للحركة نلاحظ نلاحظ ان مسقط p cosinus alpha على هذا الخط او على هذا المحور تساوي الصفر ومسقط p sininus alpha التي مثلناها بالاخضر تعطينا ناقص m g sininus alpha وتساوي m a a تسارع الجملة وباختزال m من طرفي هذه المعادلة نجد ان a acceleration تساوي ناقص g sininus alpha تلاحظ ان هذه المقادير g و alpha مقادير ثابتة اي sininus alpha ثابت مضروف في قيمة ثابتة تعطينا قيمة ثابتة اذا a g تساوي constant فحركة الجملة اذا حركة مستقيمة متغيرة بانتظام ولمتابعة حل هذا التطبيق كان قد طلب منك ان تحدد المخطط الموافق من المخططات الاربع المقترحة لاحظ معي ان في المخطط الاول قراءته تقول ان المتحرك تزداد سرعته حتى تصل القيمة خمسة متر ثم تتناقص سرعته ولكن تبقى دوما في الجهة الموجبة وهذا مخالف لمشاهدنا اي ان المخطط الاول لا يمثل وصف لهذه الجملة والمخطط الثاني يقول ان سرعة المتحرك تتناقص بانتظام من القيمة خمسة الى الصفر ثم تتزايد في الجهة الموجبة حتى تصل القيمة السابقة وهذا كذلك مخالف لما شهدناه اما المخطط الرابع فيقول ان سلعة المتحرك كانت في الجهة السالبة ناقص خمسة متر سيجوند ثم تزايدت بانتظام وسلعة المتحرك حسب الاختيار للمحور الموجه كانت في الاتجاه الموجب اذا حتى المخطط الرابع لا يصلح لتمثيل هذه الجملة بقي اذا ان نقرأ المخطط الثالث المخطط الثالث يقول ان حركة الجملة حركة متغيرة بانتظام حيث ان ميل هذا المخطط ميل ثابت تتناقص فيه سلعة الجسم من خمسة متر سيجوند الى السفر وهذا قد يصلها الجسم لما ينتقل الى اعلى المستوي ثم يعود في الاتجاه السالب وسلعة الجسم عندئذ تكون سالبة اذا من المخططات الاربعة لا يمكن لهذه الجملة الا ان تترجم بالمخطط الثالث فالمخطط الثالث هو الذي يصلح لوصف حركة هذه الجملة ثم طلب منا تعيين قيمة الزاوية الفا لهذا المستوي المائل وكذا المسافة التي يقطعها وبالرجوع للبيان الثالث نجد ان اذا اردنا حساب التسالع الجملة نكتب من المخطط الثالث الموافق لحركة الجملة نكتب ا ج تسالع الجملة تساوي التغير في السرعة على الزمن اللازم لهذا التغير وبين يمكن حسابه بعدة طرق نقترح منها اخذ اللحظة الاولى صفر واللحظة الثانية ثانية 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 فتكون سرعة الجسم عند اللحظة صفر تساوي خمسة متر وفي اللحظة ثانية تساوي ناقص خمسة متر ونكتب دلتا في تساوي ناقص خمسة ناقص زائد خمسة اي ناقص ثنين ناقص صفر وتساوي ناقص خمسة متر سيجوند كاري وبالتعويض في العبارة التي وجدناها سابقا لتسارع الجملة نجد ان آس ج تساوي ناقص ج سينو سالفا اي وتساوي ناقص خمسة اي ان سينو سالفا تساوي ناقص خمسة على ناقص عشر تساوي صفر خمسة وبعملية حسابية في آلة حاسبة او كما هو معروف ان سينو سالفا الذي يساوي النصر تكون هذه الزاوية المقابلة هي ثلاثين درجة ومنه زاوية ميل هذا المستوي تساوي ثلاثين واذا اردنا حساب المسافة المخطوعة يكفينا حساب السطح المحصور بين المخطط الممثل بالاحمر وهو مخطط السرعة ومحور الزمن اي حساب المساحة للمثلث الاول والمثلث الثاني ومساحة المثلث الاول هي واحد في خمسة على اثنين زائد واحد في خمسة على اثنين وبحساب بسيط نجد ان هذه المسافة دي تساوي خمسة متر قطعها هذا المتحرك من لحظة قذفه الى رجوعه الى نقطة القذف وفي مطلب اخر طلب منك انه اذا كانت فيه قوة احتكاك على هذا المستوي اعد دراسة الجملة من جديد تابع معي كيف ندرس الجملة في حالة وجود الاحتكاك نرجع للتمثيل لاحظ ان التمثيل هو نفسه التمثيل السابق لكن نضيف وقد رمزنا لهذه القوة بالاحمر قوة معاكسة لجهة الحركة اف شعاع نفس الدراسة السابقة نطبق القانون الثاني نيوتون فنكتب صوم ديفورس اكستيريور لقال ام ا والقوة المحصات في هذه الجملة هي زيادة على ب و ار نضيف اف شعاع وهي قوة الاحتكاك المعاكسة لجهة الحركة تساوي ام ا وبالاسقاط على المحور الموجه نجد ان ناقص ام ج سينو سالفا ناقص قوة الاحتكاك اف تساوي ام اج اي ان تسالع الجملة عبارتها تكون من الشكل التالي ناقص ج سينو سالفا وهي العبارة التي وجدناها سابقا ناقص القيمة التي احدثها الاحتكاك الموجود وتساوي هذه القيمة قيمة تناقص التسالع ناقص اف على ام وقد طلب منا اذا عرفت عبارة ووجدت عبارة التسالع في هذه الحالة ان تجد قيمة هذا التسالع هذا التسالع اذا علمت شدة قوة الاحتكاك وبالتعويض في هذه العبارة وقد علم تسالع الجملة لعلمنا بقيمة شدة قوة الاحتكاك نعوض F في هذه المعادلة وقد وجدنا سابقا ج سينو صالفا تساوي خمسة اي ج ا دو ج تساوي ناقص عشرة وهي التسالع الجالبية في سينو ثلاثين وقد وجدنا هذه القيمة سابقا تساوي خمسة ناقص F على ام وكانت كتلة الجسم تساوي الواحد ناقص F وهي قوة شدة قوة الاحتكاك على واحد وبهذا الحساب نجد ان التسالع الجملة يكون اكبر بالقيمة المطلقة من التسالع السابق اي ان تباطو الجملة عند صعودها تكون اكثر من تباطو الاول حيث نجد ان التسالع هذه الجملة يساوي ناقص 5.5 متر سيقوند كاري وقد وجدناه سابقا يساوي ناقص 5 بهذه المعالجة لدراسة المستوي المائل بحالتي حالة وجود الاحتكاك وحالة عدم وجود الاحتكاك باعتباره مستوي املس نكون قد احطنا نوعا ما بدراسة هذه الجملة وتطورها ميكانيكيا والى لقاء في درس مقبل ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته